مرحبا في هذا الفيديو راح نتكلم على المايكروويف راح نتكلم خصيصا عن الإي باند شو هو إبراهيم الإي باند؟ أنتوا عارفين المايكروويف بيشتغل على ترددات كثيرة كل تردد أنا بستخدمه في منطقة معينة في بياء معينة في طريقة معينة لأن أوبريتورز بوزعها بتقسيمه معينة اللي يحضر معنا الفيديوهات واللي حضر معنا الكورسات هيكون فاهم بالضبط شو أنا عليش متكلم لكن إحنا في فيديو اليوم راح نتكلم فقط عن الإي باند طيب الإي باند لازم تفهم أنه يبدأ من 71 جيجا إلى 76 جيجا من 81 إلى 86 جيجا تمام؟ فهي تردات العالية زي ما حكينا جدا ضخمة طيب الباند هو الضخم شو أنا أقولها من 71 إلى 76 جيجا من 81 إلى 86 جيجا خمسة جيجا طيب أنا في تردات اللي قبلها كنت واحد جيجا تمام؟ ومش في الواحد كيجا كامل لإلي لا أنا استخدم منه فأنا في عندي باند الضخم تردد عالي باند الضخم معناته أنه أنا لما أعمل اللاين أوف صايت حيكون في عندي ليزر زي الليزر يعني أنا في الإي باند المسافة بتكون قريبة فبيكون عندي اللاين أوف صايت ممتاز جدا لكن هو عبارة عن ليزر يعني إذا بس تحرك شوية خلاص صعب إني أرجع ولازم أرجع وعمل تمام؟ لازم تفهم الإي باند طب أنا عندي إي باند إيش هنقول عليه؟ هنقول عليه هيوجي ترافك مش نورمال ترافك هيوجي ترافك يعني أنا عندي ملتبل سايت تمام؟ عندي هب سايت إذا الهب سايت هذا قريب من نقطة معينة قريب من الكور أنا باشتغل على الإي باند أنا بدأ نقول كل البيانات عليه تمام؟ إذا عندي سايت في آي بي في فايف جي فاستخدم الإي باند الإي باند إستخدامات كثيرة لكن المشكلة فيه إنه المسافة ما بين النير إند والفار إند قصيرة جدا وهي المسافة بتسبب لي إن أنا بدي أشتغل على الإي باند على مسافاتها البعيدة أحتاج سايتات كثيرة عشان أقدر أغطي هاي المسافة طيب أنا مشكلة الليزر ومشكلة اللاينوف سايت في الإي باند يعني مش منطق إنه أنا مثلا في منطقة فيها رياح كل شوية أطلع عامل الألايمنت قال لك أوكي في عنا إشي اسمه IBT Intelligent Beam Tracking أو Tracing كيف يعني؟ يعني Intelligent microwave ذكي بقدر يحرك من درجة ونص من نص درجة لدرجة ونص automatically من غير ما أنت تروح على الصايت Intelligent ذكي السيستم بعرف أين تتحركت الزوايا وين تتحركت وليش صار فيه لصايت للاينوف سايت وبرجع بعملك مثل على سبيل المثال هاي نزلت على تحد تمام؟ أو ارتفعت على فوق تمام؟ فهو بعرف إنه والله هي ارتفعت على فوق بناءًا على قراءات معينة تمام؟ إنه كانت ستيبل بعد أن لما تنزل لما ترتفع فوق بتصير اللاينوف سايت جدًا عالي برجع ثاني مرة بعمل لها 0.5 ديجري 1.5 ديجري عشان يسوي اللاينوف سايت مرة تانية الاي بي تي هو من التطبيقات الجديدة وممكن ما تلاقيه عندك في الدولة لكن بدك تفهمه عشان لما يجي عندك تكون عارف إيش هو تمام؟ هذا بالنسبة للإي باند الإي باند مهم جدًا لازم تكون دارسه وبرضو تقدروا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماع عشان تفهموا أكثر على المايكروويب في عنا فيديوهات كثيرة وفي عنا كورس عن المايكروويب يشرح لك هيا من وإلى أعطيكم العافية وشوفكم في الفيديوهات الجاي